اه نرقدوها كأس صغير رقدو في الماء لمدة 8 سوية كما تلاحظوا معي الكأس دينا طبيعة تلاحظوا ما تحتش منكم بزردي الوقت الآن حصلنا على الحليب كنمرو المرحلة التالية هي مرحلة التالية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفما وعدكم في الحلقة السابقة سأتكلمون على طريقة اعداد الحليب مرحلة المرحلة المرحلة المراهقة وعادهم عدم اكتمال الأعضاء الأنتوية على سبيل المنطقة فطريقة تحضير الحليب السوية غني بالفيتوستروجينات اللي تكلمنا عنهم غيرها مرات كثير من الحلقات فجد بسيطة الحليب السوية نختار الحبوب السوية اللي تكون بيو ما نختاروش الحبوب السوية المعدلة وراتيا نرقدوها كأس صغير رقدو في الماء لمدة 8 سوية كما تلاحظوا معي بعد أن نقوم بتصفية الماء التي قمنا بعمل نقع هذه الحبوب الصوية فيها كيف تشاهدون هذه نحاول أن تخلصوا من الماء الماء كامل بعد أن نقوم بتخلص الماء نضعها في الخلاط بها الطريقة البسيطة فتحضير الحبوب والحليب الصوية جد بسيطة لا تخطي منها بزارة الوقت هذه الحبوب الصوية التي قمنا بتصفية الماء سوف نضيفها له أربعة الكسان الماء كما تشاهدون كما تشاهدون بعد إضافة الماء نضع الكبس نضعها ثم نضعها في الماكينة ومطحنا نضعها نضع نضع كبس نضع 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 ملي com الآن حصلنا الحليب نمر المرحلة التالية هي تصفية نجيب أي شاشة كما تشاهد معي نخوي الحليب ونصفيه كما تشاهده نقوم العصر طريقة التحضير بسيطة بسيطة للغاية وتحصل على الحليب كل ثواعد غاني بالبروتين غاني بالأملاء غاني بالفيتوستروجينات غاني بالألياف الغذائية الحليب دينا شبه جاهز وطريقة جد بسيطة في التحضير هذا هو الحليب دينا المرحلة النهائية مشاهدة يا كيرام كنا اخذوا هذا الحليب بحل أي حليب كنا نفيضوه على نار هادئة وبعد كنا نقدموا مع الشوكولات مع أي حاجة اخرى كما قلنا جيدة رائعية بالنسبة النسوة اللي عندهم مشاكل اقترابات الهرمونية اللي عندهم نقص في الهرمون جيد رائع ومغبي ومفيد بالنسبة النمو دي الأطفال خصوصا الأطفال الصغار فشرب كأس واحد من هذا الحليب فهو في واحدة هادت نتمنى تكون حلقة اليوم من هالك الإعجابي لكم لا تنسوش بغضو على زر مشاركة حتى تتعمل فائدة وإلى اللقاء في حلقة قديمة إن شاء الله موسيقى 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 موسيقى